اهلا وسهلا فيكن عن جديد مشاهدينا ومستمعين الكرام ببرنامج الحكي بالسياسة بالقسم التاني بيصرني راحب بالخبير الاقتصادي على الدكتور انتوان فرح. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك اسلام. بداية مع الملف اليوم يلي شاغل بالقى اللبنانيين. ومتخوفين من اي تداعيات انه تكبر من خلال هيدا الملف. موضوع اضراب المصارف من بعد المشاكل يلي شدنها بالاسبوع الماضي. اه هيدا الاضراب لوين راح يوصل. الحقيقة قبل ما نسأل الاضراب لوين راح يوصل. يعني لي مفروض نسأل التصرفات اللي صارت سابقا ما ممكن كانت تتوصل الا للمطرح لوصل ليلو كان ممكن نوصل لمطرح اسوأ. التصرفات يلي انه المصارف مع بتاعة المصارف للعالم. خليني خليني يوضح يعني انت اليوم لما بيكون في عندك قانون وبدك تحترم هذا القانون ما فيك تحت اي مسمى تخرق هذا القانون وتوجه رسائل الى الناس ما فيدها كل واحد الشاطر اللي بشترته دبروا راسكم. يعني هيدا الشاطر اللي بشترته دبروا راسكم. بتنتهي الامور مش بس للمشهد شفناء اقتحامات لسبعة او تمانية او تسعة فروع مصرفيين. بتنتهي الامور الى اقتحام مؤسسات ما الا علاقة. ولناس يمكن ما عندهم وضاقع. وبيعتبروا انه الدولة صارت فاتة. وبالتالي الرسائل اللي توجهت بهيدا الموضوع كانت من الاساس سيئة. خليني اقول لحتى ما اكون انا كاني عم نحاز. اي 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 حتى ما اكون عم نحاز للمصرف ضد المودع. العكس صحيح. انا عم نحاز هلا مع المصرف ومع المودع ضد الدولة اللي اللي هي بالحقيقة ما فيها تكون طرف محيط بهذا الموضوع. يعني الدولة الليبنانية ما فيها تكون هي عم تتفرج وعم بتقلنوا روقوا يا شباب وشو القصة طاعة ولا فوت انا واعمل صلحة. انت مني كفاتي لتعمل صلحة. برضو ما فاتي. انت من الاساس كان لازم تكوني موجودة وتمنع هذا الموضوع يوصل لهون. لانه انت كان من المفروض تكوني عملي كابيتال كونترول. انت مفروض تكوني حطى تشريعات بتوضح للمودع شو هي حقوقه شو هي واجباته كذلك للمصرف. انت كان لازم تكون عندك اللجنة اللي حكيت عنها ضمن الكابيتال كونترول. للي بتراعي كل الظروف الاستثنائية. وبتعالجها ميدانيا بمعنى انه واحد عنده وضع انساني. قصة التعليم. يعني بيكون في لويح باي كابيتال كونترول او تشريع بالعالم عملوه. استثنائات. دايما في هيدا الموضوع. نحنا عملنا اكتر من هيك وكان جيد. انه قلنا منقترح لجنة لان يمكن يكون في حالات لا تنطبق عليها التعميم العام. تدرس كل ملفه. وبالتالي لو الدولة البنية عملي واجباتها هون. ولو الدولة البنية كمان ما تصرفت. بطريقة وكأنه انه اللي عم يكتحم المصرف انه ماشي الحال شو بنعمل هيدا حقه. هيك تصرفت الدولة? بالاول اكتر من هيك. يعني انه انه تصار بيكتحم المصرف بياخد مصريات بيطلع انه ماشي الحال. وبيطلع بريء. عفو الله عمما مدى. وقلنا. وانه بالنتيجة والناس بتعاطفوا معطبة. يعني كلنا بنتعاطف انه هيدا حقه. بس اذا ما في طول حقه. لان ازا بياخد بطار وبيطل كمان حقه. وكتار اشي بصير. ما الا علاقة بالانول بتروح على شريعة الغاب. بس كمان المصارف ما حدا عم يقفبوش يعني كمان. بغض المصارف. هلا قبل نوصل بعدين للمصارف ازا بدك بيقولوا على بنحكي فيهم لوحدهم. مين بيلجوا من المصارف? خلينا نحكي بالاول موضوع الدولة. نخلص منه. طيب. بقى الدولة هيدي اللي عملته الدولة. هلأ بتقلي بكرا لوين بعد الاضراب. بقى لك اكيد الدولة وجهت رسالة كتير سيئة. وللي اقتحموا المصارف بستعاش ايلول. كانوا ضحايا. ضحايا الدولة نفسها. اللي بعتت لهم رسالة ما فادى انو عملوا البدكنية. فوتوا خدوا مصرياتكم. هلأ التراجع عن هذه الرسالة صار اصعب. يعني اليوم لا تعمل انت حزم. ان كان على مستوى القضائي. او المستوى الامني. او بعدين تروح على التشريع اللي لازم كمان يواكب هيدا الوضعين. لحتى تعملهم صارت اصعب. يعني الناس اخذت اجرؤ انه لا نحن فينا نعمل هيك. صار صار صعوبة اكتر. متل الازم اللي ما بتعالجها. بتصير ازا بدك مكلفة اكتر لك. صارت مكلفة اكتر. بس لابد منها. لانه اي خلاف. اي موضوع خلاف ذلك. معناتها انت عم تروح على الفوضى الشابلي. ومعناتها انت بخد. سي المصارف. بتسكرهم. بتتسهمهم. بس مين بيقلك انه ازا عملوا كابتال كنترول وعملوا قوانين واتدخلت الدولة قادرة تنفذ هاو المشاريع. ايهم مشاريع. قادرة تنفذ. الكابتال كنترول. حيا الله شي. لا لا هي بالنتيجة المفروض تعمل تشريعات هلا. ما فيها تنفذ. معناتها بعضنا عم نحكي انه الدولة المشكلة. ازا هي. ازا هي بدها تعمل تشريع. برايك لون مشكلة هي بالدولة? اكيد. مش بالمصارف. لا 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 مش بس مش بالمصارف. يعني انا بقول الدولة مية بالمية. المصارف هن ضحية متلهم متل المودع. يعني بغض النظر عن عن قضايا تاني منحكي فيها. ما معهم مصاري المصارف? مصاري الوذائية? اكيد لا. ازا بدك دفتريا اكيد معهم ايهم. مصارف معهم. ارقام? لا. معهم 80 مليار بمصرف لبناء. ازا انت بتقول هادا رقم. ايه بس من المسجلين ارقام. ازا بتقول هادا رقم. معناتها كمان انت حقك تلو هالمودع هادا رقم. وهداك بصير حقه يقول مصرف لبناء للدولة هادا رقم. تلو الدولة مصرف لبناء. هادا رقم. ازا اخدناه نحنا منك. بتنتهي القصة ارقام بقى ارقام. ما بيصير هيك. يعني انت اليوم في دولة لبنائية. مية مسؤولة. في مصرف لبنان عنده 80 مليار من الوضائع. وهادي انا بنجعل نحكي فيها شوية. وين بدي يصيروا المصارف لانه مرتبطين. شو بتعمل الدولة مش بس بهذا الموضوع. هلأ بالموضوع التاني الاخطأ. اللي كيف بتترجع وضايا وشو بتعمله اي مصارف تبقى. هيدا سياسات. يعني فيه حدا ممكن يكون مستفيد من هاي الشغالي. لكن في نقول المنظومة. يعني هلا انا دايما يعني بسأل نفسي وبتسأل ازا بدك دايما انه خي مين مين عم يرسم السياسات. مين عم ياخد القرارات. يعني هلا اليوم ازا بتقول. مين اللي اخد مسلا قرار انه نعمل دعم من 2019 اليوم ونكب 25 مليار دولار او 23 او 22. ما بتعرف. يعني حدا بيقلك رياض سلامي. هاد هو المسؤول. حدا بيقلك لأ الحكومي مش خاص رياض سلامي. ما يجعلون له لوية. خيلون له العمل. حدا بيقلك لأ المجلس نيابي لأن ما ما تدخل وتركهم. بالتالي يعني كلهم ما حدا مسؤول يعني بتلاقي بتنبش بتلاقي ما حدا ما تعرف مين عم ياخد القرار. مين حاكم البلد. انا دايما بعطي هذا المثل انه بالبنزين بالمؤخرة. البنزين شغلي بسيطة وصارت عصيرفة بطل فرق كبير بس عملوه. بس انه مين بياخد القرار. اذا 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 رياض سلامي عم ياخد هذا القرار. بالمحقيقة مش حقه. لانه هذا ما بيعطي يعني بيقانون النقد والتسليف. ما له علاقة بالبنزين. امتين بيرفع دعمه. امتين بيحاولوا عصيرفه. معناتها البلد اذا بدك فالت. هلأ هو ممكن كتر خيره. عم ياخد مسؤولية ما بعرف. عم يعني شايف ما في حدا وعم ياخد هو القرارات. بس انه البلد فالت. بغض النظر. انه فالت البلد معناتها. معناتها ما في مين يقل له. لا في مين ياخد قرار ولا في مين يقل له وقف ما تاخد قرار. اثنينهم مش موجودين. هلأ اليوم شو عم ينبحث اكتصاديا بالبلد. لان عمل كابيتال كونترول. يلي هو كان مفروض ينعمل من تاني يوم من بعد الازمة. لان عمل اليوم موازنة ما فيه. سرية مصرفية حتى رجع وبدو يرعي. مباحثات مع صندوق الناد كمان معرق له. دولار الجمروكي ما بعرف لوين ممكن يصير. موضوع الوداية بعد مش عارفين ما بيعفو شو الارقام بعد المصبوط. اليوم كيف عم بيتعطى مع هيدا الملف. هي هيدا المشكلة. هلأ بعتقد انا يعني اللي عم نستنجو من زيارة وفد صندوق النقد. من تعاطي صندوق النقد مع لبنان. بتلاحظ فيه ان اذا بدك فيه صار اناعة. انه عكس ما يشاع. انه صندوق النقد والمجتمع الدولي عم بحاول يتساهل ويتنازل. وهي دي انا قلتها سابقا كمان. مع لبنان. ولبنان اللي عم يتدلعوا معهم يعمل شيو تركينا. وهي المنظومة بسميها منظومة لحتى نقدر نختصر. صح. تركي البلد كله ما عم بترد عليه. يعني حتى بوقت اللي عملوا الاتفاق الاولي. بنيسان. نعم. عملوه. بتعري في وقت اصار فيه انتقادات كتير يعني انه لا يعملتوه قبل الانتخابات عم بتبعوه. للسلطة انتو كان يكونوا. صح. انه للناس انه والله هالسلطة عملت اتفاق. كان الجواب انو خيهوضي بعضونا انه قبل الانتخابات فيه بنود لح تتنفذ. وكان فعلا هي. ما تنفذ شي. المهم كانوا عاملين تمام بنود. اختصروها. هلأ بقلولك فيه اربع بنود دعطيونا هالأربع بنود يا خيه بنعمل اتفاق. يعني عم بتنازل صندوق النقد. عم يتنازل انا برأيي من موقع حرص الدول اللي واقفوا ورا صندوق النقد انه خيه بدنا نساعدوا للبلد. سهلوله اذا فيه شي معقد بدنا نساعدوا. بس اذا هو ما بدي يساعد نفسه في كارسي او اذا المنظومة هيك بده. او عن غير قصد. عم تروحنا لهون. هادي هادي الكارسي الحقيقي. يعني صندوق النقد بتجاوب اكتر. بيشبه ديكان وقت اللي كان سادر. يعني يجي يقول لهم كان عندهم شروط بسادر. بالآخر اجوا وزغروا هالشروط وزموها لهيئة نازمة. صح. معطيو اياها. وراحت. هلأ هيك لحيه عم بيزموا بهالشروط. لح تصير شرط واحد محيطون اياه بالآخر. وهي الكارسي اللي عم تشوفها. يعني اذا بتقل لي مين عم بي. شو الموازنة لما راحت عماش نواب شفنا شو صار. ما هيك. وقداش صار فيه خلافات وارتدت. ومع انه عم تعمل موازنة لسنة ما رأيت. يعني ماشي الاقيمة بالمبدأ. بالمبدأ الحسابي. مش مختلفة لها خلاف. بالمبدأ الاقتصادي بقى الاقيمة بقى. تهي. عطع. هيدا باند يعني بس للا صندوق النقد كان لنقول نحنا عملي ايه صورنا بانتزام. مش اكتر من هاك. اذا هيدا عملت هاك. كيف تعمل هيدا خطة التعافي للي كل ارقاء عفوا كل اذا بدك نص انشائي ما فيها رأم وما فيها جدول زمني. يعني بعطيك مثل بخطة التعافي بتقول الدولة سوف نسعى انه نساعد مصرف لبنان ليسد الفجوي قدر الامكان. لك هاجم لي. شو هي قدر الامكان وسوف نسعى. لا في رأم انه انت عدا بدك تساعده. ولا في عم تين بدك ساعده. سوف نخفض العجز على نسبة الناتج القومي بما تيسر او شي كلمة. مستعملين كلمة انشائية. لا حطين جدول زمني عاك قداي. لا حطين شو هو الرأم المستهدفين. بتقول انا 10 بالمية بده اوصل لنفترض العجز. ما حطين رأم. وحطينا فلو. يعني تصور الدافئة. وقص على ذلك. طبعا المصارف والمئة اكتر دولار. انه بل حنرد لكل الناس مئة اكتر دولار. بس المصارف للي موجوداتها اذا بدك غير كافية. هيدا شأن اخر. شو شأن اخر. يعني شو بك تعمل اللي يعني هوا مشتح ياخدوا مصرياتهم. واذا هوا ما بدون ياخدوا مصرياتهم. قدا فيه مصارف لحطة صفة. لانه انت حسب كمان ما تعمل بالمركزة. بتقري لقداي عدد المصارف بها تصفة. بمعنى. اذا انت جيت قلت. هادي الفجوة للي هي 80 مليار او هالدين للي موجود مصرف مركزي. بدي رد 40 مليار منه. على هيدا الاساس. معناتها يمكن انت عيشت 20 مصرف. اذا قلت ما بدي رد ولا واحد. معناتها يمكن يبكي خمسة والبقيين كلهم بدي يسكروا. معناتها كل الناس ما حتاخد وضيع بها الحالة. معناتها 95% بيروحوا. طب كيف تعمل انت خطة من هالنا. وتصور. قدي بها تاخد جدر هاي بمجزة نيابي. اذا هاي ديك الموازنة عملتها. كيف هاي دي كيف بدي ينقشوا هاي بمجزة نيابي. برايك ان ما عندهم ارقام ولا ما بدهم يرتكزوا على القرآن. هلا ممكن يكونوا هني عاطين عنوين ومفروض مع صندوق النقد يدقق فيهم. بس المشكلة اذا كان كمان صندوق النقد صار عم يتساهل لهالدرجة. لانه هاي دي معناتها بيعطيك المصريات. وانت بتعرف نمازج كتير دول اخدوا الاموال من صندوق النقد. وبعضهم لليوم 20 و 30 سنة. وبعضهم بجارجروا. ما عم يمشي الحال. يعني بعضهم بحالات التعصر واقتصادهم منه متعافة. وبعضهم ووضعهم صعب. بينما دول اخرى اخدوا ومشي الحال حسب هني ما يتزموا. التزموا بالبرنامج. وبالتالي خوفي انه يكون هيدا الموضوع هالا ازا بدك هالغموض هيدا. بالاخر ازا ابلنا احنا ابلانين فيه. ازا ابل فيه صندوق النقد. يكون بالاخر مصيرنا انه احنا من الدول اللي بتاخد مصاري حتى ترجع تصمد ما تنهر على الاخر وما تصير دولة فاشلة. بس بتظل متعصرة وبتظل بحالة فاوضى بتروح من سيء الى اسوء مع الوقت. وهذه الكرسي. موضوع الوضايا برأيك رح يكون في الى حل ولا في ناس كتير ساعة عم تقول خلاص هذا الموضوع اعطوه. ما في ما في ترجع وضايا. لان نكون واقعين. اولا الاموال وهدي ايه البنك الدولي. ما هيك ما ترجع للسياسيين ما تقولوا بقى الوضايا مقدسة هم يعني وقتل عم يقول هاك. ما يعني تعم بيقول كونوا واقعيين يعني. يعني بطل في وضايا. يعني عملوا وقتل بيكون بطل في وضايا. لا عم بتكذبوا وتعملوا شعبوية وتقولوا الوضايا مقدسة. هذا المفهوم بهذا الكلام. بس لنقول انه ما في وضايا بالمرة. لا فيك تعمل شي يعني. اكيد فيك تعمل بتشتغل على هذا الموضوع. والفرق وين? الفرق انت بدك تعطي الوضايا للي المية الف على سبيل المثال. بدك تعطي وعود انه في امكانية ترجع للي اكتر من هيك ياخد وضايا ايه او لا. يعني هون النقطة الاسية. لان انت لما بتعطي وعود انه ممكن لو بتعمل البرنامج لقدام تعطي امل. بس اذا ما عطيت هذا الامل. لا ما النهيني. يعني انت اذا ما عطيت هذا الامل لقدام في كارسي. وبعدين بي بيضي يدفع حقه. الموضع او المصرف. ان اتنين بيضفع حقه. اذا الدفع حقه المصرف. حكما بيجي بيضفع حقه الموضع. يعني هذا الناس اذا بدك للي مش بينتبهين له. انه المصرف صفي اذا صفيته المصرف. بتقصي مصرياته. بالاخر بيطلع لك 5% من موضعتك. وبالتالي كل ما دربت المصرف كل ما دربت الموضع. كلمة الدولة هي عم تتفرج. الدولة هي المسؤولة. مشان هيك. متل ما حكيت بقصة الامن والقضاء. وكيف لازم تتصرف بقصة الموضعين والخروج على القانون. بزيت الطريقة المسؤولة مفروض تتصرف بقصة الودائع. لانه هي المتقرر. كم مصرف لحيبقى. من خلال الطريقة اللي حتاعتمدها بكيف التعاطي مع مصرف لبنان ومصرف لبنان كيف يتعاطي مع اموال المصارف الموضع عنده. اليوم مصيرنا واقف برايك على الاتفاق مع صندوق النقد. ولا رح نقدر نتخطى هاي دي المرحلة بي. صندوق نقد. ولانه في مين عم بقول كمان انه لا صندوق النقد كتير مهتم. ولا اللبنانية هن بدون صندوق نقد. والمسؤولين. او المنظومة متل ما حدتك بتستعملها. المنظومة ما بده كمان صندوق النقد. بالحقيقة اولا نتذكر انه نحنا نهرنا وما كان في عندنا. لا صندوق نقد. كنا بوضع بالاول جيد وصلنا الانهيار. نعم. وانا خليني ارجع اذكر معليك مش مش ع سبيل التباهي بس للتأكيد. انه انا من ال 2016-2017 بلشت احكي انه صار لازم نتواصل مع صندوق النقد بهديك الفترة اللي كنا لا مقفلتين فيها ولا منهارين ولا عنا شي. صار لازم نتواصل مع صندوق النقد ونطلب منه خطة انقاذ. لانه هاي دا الموضوع صندوق النقد اولا بيعني رقابة عليك. لانه انت مش منك مؤمن انه المنظومة سوف تاخد الاجراءات لحتى تمنع كانت بوقت الانهيار ما كان بعد فيه انهيار. كنا عم نطلب هالشي لحتى صندوق النقد يعمل هاي دا الرقيبة. وتنام تعني انه انه انت مجبور تعمل اصلاحات وتنفذ شروط بيحتاجة اقتصادك بس انت معم تنفذها لانك شعبوي. متل تعرفت حتى الكهرباء اللي مؤخرا. وانه هلأ صارت قاسي عن الناس بالحقيقة. يعني بوقتها كانت كتير مقبولة وفي يعني صارت اصعب ويمكن بعد تنطل شوية بتصير اصعب بتصير بلا كهرباء يعني. بصير خياراتك كدير ضيئة. صرنا خمساشر يوم بلا لكهرباء. وبالتالي بهيدا الموضوع انه انه انت من زمانك اللي لازم تحكي مع صندوق الناد. هلأ بتقلي بلا صندوق الناد? بلك لا اكيد مش بس انهيار. دولة فشلة. لان احنا ما عم نعمل اي اجراء. يعني اذا مع صندوق الناد هيك كيف بلا بلا شي يعني بلا رقيب. بلا اصلاحات. بلا حدا عم بيذكرنا او قبلتل ما ايجا مبارح الوافد ليحفزنا. يجي يقلنا انه بليز يعني بعضن هني انا بالعكس. وعكس ما يقال انه صندوق النقد ما بده. لأ صندوق النقد متحمس. والدول اللي هي الى كلمة بصندوق النقد متحمس الى مسرعة الدبنان. متل ما كانت بمؤتمر سادر. وللي ترجطنا انه بليز عملو شوية اصلاحات لان احنا بدنا نساعدكم ومقبلنا. وبعضنا مشيين بزيت النهش. الموازنين حكى انه من بعد ما طلع علي صندوق النقد اعترض على موضوع على عدة مواضيع. ومن ضمنه كمان في موضوع الدولار الجمركي. هو طالب رابط الدولار الجمركي بصيرفة. واليوم صيرفة صار 29 ألف. نعم. اكتصى 30 ألف. 30 ألف. هادي شو رابتعمل بيه؟ هو بالحقيقة انا يعني. كيف راح يكون الاتا يعني في حال اخده. مع انه انا بشك يعني ياخده هيك ارارة. بس. هي المشكلة انه انت المشكلة وقت بتوصل بتصير بالازمة. بتصير انا دايما بقولها انه بتصير كل اراراتك موجعة. وبطل في عندك شي تهدي للناس. بصير عندك وجع. بدك توزع الناس بالعدل. يعني بدك تشيل من هيدا شوية لانه هيدا مطل يقدر يتحمل. هيدا الفئة لحت نهار. واذا نهارت ما فيك تنطر لحت تطير عمل انقاذ. بدك تشيل من عنده غيرهم للي اقل وجعا. وتحط لهم شوية لهالجامعة. وبالتالي نحن عنا قصة الدولار الجمركي بالاساس. ما في شي اسمه دولار الجمركي بالحقيقة. هو الحقيقة بالعقل وضع الطبيعي. انت دولارك هو الدولار الحقيقي. يعني لما التاجر بيجيب افضاعه بيكون شيري دولاره على تلاتين الف. مفروض يتحسب على قصة تلاتين الف. مش على قصة والله خمسة عشر بتاع نعمل له سعر. ما في منها يعني انت بوضع طبيعي لازم يكون هيك. هلا بتقل لي وضع مش طبيعي بقلك ايه? بس انت بالنتيجة كله عم تمشي فيه تباعا. وعم ترجع تصل له. عم تكتشف انك دفعت حقه اكتر. وانه صار اصعب توقف. يعني تعرف الكهرباء انت. واتبه. ما حدا بيسأل الناس عن هالموضوع. لانه الناس اذا سألتهم مني وجر. ممكن لك لا. اذا بتقل لي تعرفت الكهرباء في 2017 بتضرب لك ايها. بتليتي بلك لا بتخرب لي بيتي. ما فيي. انا كمواطن ما فيي. يعني الناس ما بينسألوا. المسؤول هو اللي بيعرف وين لازم ينعمل. وبيعملوا الان بيعتبر انه هادا بالاخر لحيخدمون وحيضرن. هادا العزل. لما وصلن لهون. مش بس ايه. لانه ما رفعت تعري فيه. وصلن لهون على سبيل المثال. وبالتالي كل هالامور هايدي. تعرف الكهرباء ما رفعتها. لاك وين صرت فيها لهذا. اي شي البنزين كنت عم تدعمه. لاك وين صرت فيه. رجع تركته. وتركته بالوقت الصعب. المزود قبل كنت تركته. الطحين لح تتركه الخبز. عم تتدين لحتى تشتري طحين لتعمه الخبز. ما هيك. طيب معناتها بالاخر الدولار الجمركي. شئنا ام قبينا. بد يروح على او بد يروح على سعره الحقيقية. وهدي وهذا الهايك اللي لازم يكون بالاقتصاد. عم بحكي. او بدك تضلك تشد فيه. وبدك تتحمل من مطرح تاني. وين مطرح تاني. يعني القطاع العام هلا مفلس. ما هيك. موقف ونهار. اذا ما عملت. جبت ايرادات للدولة من هيدا الدولار الجمركي. وحملت الناس شوي زيادة. معناتها هيدا هون بده ينهار. وهيدا اذا نهار. معناتها عم ينهار. حتى الامن والعسكر. نحن نقول لك طعام هو العسكر والامن. للي هيدا بيحميك. وهيدا استثمار بالحقيقة. يعني انا بقل لهم بعدني. هاو الاربع خمسة مليار اللي جبناهم بالصيفية. لوما هيدا العسكر يمأمن لك الامن والحد الادنى. ما كانوا اجوا. وبالتالي هيدا هون استثمار. وبالتالي بدك تتوجه هون. لحتى تنقذ نفسك هون تعمل استثمار. ولانه هيدا لابد منها. بالاخر بك تصلى. يعني لو اجلت اليوم. بعد سنة بدك تصلى. وتكون ظروفك اصعب. وتقول يا ريتني عملتها قبل لي بقي كان وضع اكتر. هيدا الحقيقة. وبالتالي انا مع فكرة انه الدولار الجمركي هو السعر الحقيقي للدولار. وكله يرجع طبيعا. السعر الحقيقي للدولار. السعر عم بتقمن لك اياه كتاجر بالتلاتين الف يكون هدا السعر الحقيقي. يعني انت كتاجر قدام بتجيبه. هدا هدا السعر الحقيقي. مش مش السعر السوقي. لا مدرور. يعني انت ازا عم تحصل عليه من سعر فا. ما انت بك تحسى بقى هدا الاساس. ما فينا حسبك على العالي. بس سعر فا مش عم بيغطي مصر في لبنان. بيغطي قسم منه. بس هو عم يدفع خسائر فيه. يعني مش هك. ايه طبعا. يعني ما فيه السعر الحقيقي تبع الدولار. لا لا. السعر الحقيقي هو بالسوق السوداء. وحتى هدا سعر استناعي كنا دايما نقول لانه مصرف لبنان دخل ودفع له مليار او مليارين بيصرف خمسة شهور. لا يدعمه. وبالتالي بدك تترك هلأ شوي الوقت يمره. لتشوف هاودي مفاعله نكون خلصي. ورجع السوق تويزن. لانه هاودي عملو. يعني هاودي ازا عملو له مبوش ازا بدك. هاودي لا يخلص مفعولون. لا ترجع تشوف السوق الطبيعي. هدو دولار خمسة بتشرع ٢٨٠ ألف. ايه هدو هدا استناعيا طبعا. هلأ هلأ تركينو. يعني هلأ ازا بتشوف صغيرة فبتلاقي اقل صارت تداول. الدولار السياحي راح. لانه بالفترات معينة بحزيران وثموز. كان عندنا دولار سياحي كيفينة. يعني مصرف لبنين حتى الاحتياطي طبعا قوله وطلع بهذه فترة. يعني اشترى اكتر مبيع. هلأ خلصنا. هلأ انا بعتقد انه تركينو لا يشوفه وتوازنه. قدي يعني هدا الدولار الحقيقي قدي ساعده. برايك لوين ممكن يوصل. هلأ بتما هو هلأ الوضع ما بعتقد كتير بقى. لان احنا تركناه بتتذكر تركناهش سبعة وثلاثين لما تدخل مصرف لبنين بقوة. هلأ تصعوا ثلاثين. هلأ هلأ ممكن ايه ماذا من هلوقتها لليوم. اكيد انت بعدك عم ترجح. يعني احتياطك عم ينزل. واقتصادك عم ينكمش ووضعك ما انه ما عم يتحسن. وبالتالي اكيد اتركته سبعة وثلاثين. ما بعرف وين يمكن يوصل الى الاربعين للخمسة واربعين. انه فيه له سعر مقبول. بالاخر بتوازن عنده الى حد ما. بصير بصير يطلع تدريجيا بس. اما اذا ما تدخل اكيد بيتغير. طيب. الضيفة بالقسم الاول كان النائب خواجة. بيقول انه هايدي الموازنة فيها بنود غير اصلاحية. كيف قريت هايدي الموازنة وكيف شفت الجلسة وطريقة تعاطئ النواب معه. لك انا بالحقيقة بهذا الموضوع يعني ضد ضد التوجه العام. يعني انا بالنسبة الي. شعبوي كان. ايه. يعني انا بالنسبة الي بده واضع القصة. يعني لما انت اليوم بمجلس نيابي. عم جيب لك انا موازنة بالشهر التاسع. ما انت بدي بلش فيها بالشهر العشرين عندي شهرين. طيب بس انت راح ترتكز بالتلاتة وعشرين على اثنين وعشرين. ما ضروري. لا اقلك لا. لا اقلك لا. لان اولا اولا ارقام انت بتعرف انه الارقام الموازنة طبعا الاثنين وعشرين. نحن يعني مقدمينا هني لتمرق كبند من البنود والشروط للي محضوها لتعمل اتفاق مع صندوق النار. اوكي. وبالتالي انا انا بالنسبة الي لو كنت نائب كنت بدي انظر اول شغلي لهذه النقطة. انه انا بدي اتعاطى مع هذا الموضوع بهذه الخلفية بتواضع يعني ازا بدي. اثنين لما بيحكي عن العجز وعن القضايا كلها وحط عن الضرائب الكبيرة ازا كان فيه رسوم زيادة وغيره. انا بدي انسى انه مرأ عشر تشهر يعني انا بعدني عم بحكي عن شهرين. اما ازا عم بحكي عن ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين متل ما بدي فيني ناقش لانه انا اولا بنناقش من اول السنة مفروض يكون عم ناقش. واثنين يمكن يكون عملت اتفاق مع صندوق النقدة اللي بيكون هو عنده رقابة على هيدا الموضوع. انا كمجلس نيابي برجع بعمل رقابة اكيد بحكي ساعتها بالعجز قده لازم يكون. بحكي بالضرائب ازا لازم نحطهم اولا للضرائب كمان مش دائما سيئين مرات ما اضطر متل قلت لك. ما هيدا اليوم اعتبر العجز عشرة بالمية. فيك تعملوا خمسة بالمية في هالشهرين شو ما عملت? دكتور فرح ازا في حال ما رجعوا درس وموازن الثلاثة وعشرين رح ضل ماشي هاي سير المفعول يعني. الدرائب اللي رح يحطوها رح ضل ماشي. الدولار اللي يعلوه رح يضل ماشي. لا ما فينا نعتبر ان احنا بنحط ازا اقرنا هاي دي. رح نمشي على الثلاثة وعشرين دون موازنة. كمان في كيرسي. يعني ما فينا نظلنا بهادر. بس للا اسف يعني ازا ما في عندك رئيس جمهورية بالمرحلة اللي جاية. وحكومة بعد لهلا ما صارت اصيلة. يعني شو اللي بيضمن يعني رايحين على اساس كمان. لا لا كمان هادي فيها كيرسي. يعني ازا عم نتصرف عساس كمان نحنا ممكن رايحين بلا موازنة. معنات ان احنا رايحين عكيرسي. سواء مرقنا هالموازنة ما مرقناها. واصلا ما في لزوم مرقنا. بين اضافة المدخيل للدولة اللبنانية عبر هاي الموازنة بالطريقة اللي هي حطتها بالضرائب اللي فرضتها الى ما هنالك. وبين اصلاحات ممكن تعملها هايدي الدولة اقله بما يقال يعني تسكير المعابر ضبط الحدود. لاجم شوي هالاكتصاد الموازي اللي صار اكبر من الاكتصاد الشرعي بالبلد. اليوم هايدي الموازنة عم تشبه شوي نتيجة راح تكون عم تشبه شوي نتيجة سلسة التاب والرواتب. هل احنا مؤمنين. انا وانت و اي موازن عم يسمعها اللي. انه الدولة قدرة تاخد هايدي الاجراءات وتسكر معابر وتاخد قرارات. يعني انا على الاقل لكون واقع. ولحط احكي كمية كنت عم قول. طب وعمر ما تاخد لكن. ما تاخد قرارات. انا بقل لك بخطة التعافة. حطينا مسلا. سوف نخفض يعني او السعي الى خفض التهريب والسوق الاسود. شو هده السعي. معناتها لا فيك تسعى ولا فيك تعمل وعم نضحك احانة. يعني انت بتتذكر. يعني متل واحد عم يلتم وعم يدعي. يعني ما فينا. يعني انه اليوم انا مني مؤمن انه انا بقل لك اكيد. زي بتقل لي انه فيني انا وقف تهريب وفيني وقف اقتصاد اسود وفيني ايخد هايدي الاجراءات. انه معقول اقول لا. او معقول في عائل بده مصلحة البلد والاقتصادي يقول لا. ما كل الناس بدون هدا الامر. بس بتقل لي انت مؤمن انه هايدي لحيصير. لا انا مش مؤمن. وشان هيك ما بركز عليها كتير. مش لانه ما بدنا ايها. بس لانه بالحقيقة يعني بعتبر حالي يمكن عم 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 بعمل شعر هون. وبتاني مال عم ننهار. بقول خليني نركز عم اطرح ما عم ننهار نخفف. وبعدين هايديك مشوف يبقى نعلج الان هايديك بدا تغير مشهد كامل. يعني هايدي الدولة مثل ما هي. ولا حدا بصدق انه هي فيها تاخد هزي القرارات. وخصوصا ازا بعدنا عم نحكي. وما هنحكي بالسياسي بس بشكل عام. انه ازا عم نحكي عن امر واقع ودبيلي ودولة. طب ازا بهذا الامر الواقع. كيف بدك تايمن انه هايدي الدولة فيها تاخد القرارات. ازا بتشكل حكومي عم تنتر لا يجيها الضغط لا حتى يقول لها شكلي بتشكل اي او لا. كيف بدك تعمل هايديك وتسكل لهم معابر. غير موضوع الموازنة عفوا. والكبة الكنترول. في بعد كمان الكهرباء. وهيكا اعادة هيكلة الكطاع المصرفة. وكمان موضوع الكطاع العام. بالاعادة هيكلة الكطاع المصرفة. كان في حكي كتير عم ينحكي. وكان في قصص متقدمة بهذا الموضوع. اليوم وين المصارف من من هذا الموضوع. ناك بالحقيقة اللي بعرفه انا انه هيئة الرقيبة على المصارف من سنة تقريبا. من وقت الحكي مع صندوق النقد وبلشوا. بلشت بعملية تقييم زيتة هي تخدهم. يعني وجهت اسئلة. عملت زيارات. عملت مقابلات. وبعتقد انه ملفات المصارف البنينية كلها. شو وضعيتها هلأ. صارت جاهزة. يعني اذا بدك هلأ الحكومة او هيئة الرقابة. كله صار عنده الوضع الحالي. يعني صار بيعرفوا وضعية المصارف. بس مثل ما كنت عم بقلك بالاول. يعني هايدي وضعية المصارف مرتبطة دفتريا. انت شو بك تعمل بالحل. لان انت اليوم انما بتدرس وضعية مصارف. ما بتقول انه انا اذا هذا المصرف عنده عشرة مليون بمصرف لبنان هايدي انا ما ما بحسبها. لا بكتحسبها انه هاي في عشرة مليون. هلأ بتحسبها وبتشوف كيف وضعه. يعني مع هاي الحسابات ممكن يطلع له كم مصرف مش قادرين كمان. بس الباقيين بيكون فيه جزء كبير قادر. هلأ انت هون كيف بدك تتعاطى مع هدا الموضوع? كيف بدك تتصرف بالخطة? هل هل الاموال اللي دفتريا موجودة بمصرف لبنان لهالمصارف? بدك تتعاطى معها بطريقة مقبولة. يعني فيه جزء بدنيو الرد. فيه جزء بدنيو يتقصد. فيه كيف بك تتعاطى? بيتقرر مصير المصارف. وبعدني عم بقلك لحرجع كرة له. يعني اذا انت اليوم هون قلت عفا الله عما مدى وهو دي 80 مليار نسون. طبيعي بدك تنسى انه عندك قطاع مصرفي. او اذا زمط له تلات اربع مصارف والبقين يكون ما قادرين يكملوا. عملية الدمج رح نشهد عمليات الدمج. ما بعتقد. ولا هي من ضمن اعادة هيكل. الدمج ما بينقذ والدمج بالحقيقة كان عنده تحفيز كبير من مصرف لبنان بايام الخير لحتى كان يتم. يعني الدمج كانوا المصارف لما يعملوا دمج كانوا ياخدوا اذا بدك تحفيزات مالية مباشرة من مصرف لبنان مغرية لدرجة يقدروا يتجاوزوا فيها العقبات ويعملوا الدمج. اما من دون هذا التحفيز ومن دون هذا صعب كتير. وخصوصا انك عم تحكي انه اذا عند بنوك وضعه تعبان ما فيك. يعني اثنين تعبانين ما بيعملوا واحد برتاح. قالوا ان تعبانين اكتروا يصيروا. ما بينفع. يعني الدمج بهذه العملية ما انه حل بهذا الموضوع اكيد. الحل الوحيد الرسمة لي. والرسمة لي ما بتصير الا مصاحب المصرف او المساهمين بالمصرف يقامنوا انه مصرفهم لاحيكمل وانه الوضع اللي حيمشي. ما بيجيبوا مصريات. يعني اذا ما غير هاك ما حدا بيجيبوا يحط استثمار جديد اكيد. المصارف الموضعين يقال كمان انه هي موجودة بالخارج عند المصارف المراسلة. المراسلة. لا طبعا ما اش في كتير مصاري لان بعد انت بتعرف انه انه بالهندسات المالية كان في بعض مبلغ. اه يعني غرهم. اه. رياض سلامة غرهم للمصارف وللناس. تبه في ناس كمان عاديين يعني موضعين كان عندهم اموال بالخارج. كله نغر بهذه النسبة المرتفعة من من الفواهي. مع انه هاو اتصاديين يعني لازم يعرفون انه هادي النسبة. انا بعتقد اني عارفين انه في ريسك. بس كان غريب كانت انا دايما بظل نقولها انه هالايمان كان. وهذا ايمان يمكن كان ايجابي بوقتها. بس ارجعت تات سلبي. انه البلد بيهز ما بيوقع. يعني انا كنت هادي وان ما فوت. بمجتمع اعمال. يعني ناس بيعرفوا بالاقتصاد. اتفاجأ انه مؤمنين انه لا انه بيهز ما بيوقع. ما بعرف لين. ومنين جاية. هل هي من موروثاتنا براسنا. براك ثقة برياض سلامي بالزيد. لا ما بتصور هالقاد. بس يمكن ثقة بالسيستام كله اللي كان صاله عشرين سنة ماشي هيك. وشايفين انه هني اموال عم بتزيد. وهني عم يطلعوا يعني حتى المصارف عم يطلعوا اقليميا. ازا بدك السمعة تبقولهم كانت جيدة وان ما راحوا عم يقدروا عم يعملوا نجاحات. بتصور هايك. ومعتبرين انه البلد ما مفروض يخلوه ينهار الدول ما باقلها مصلحة ينهار. بد يكون يعني كلها سوا جمعت. لنطلع بهايدي انه اللبنان بيهز ما بيوقع. على بالاخر وقت. تشكيل حكومة بالوقت القريب ممكن برايك يؤثر على شيء ولا. لا لا ما بيؤثر على شيء بس انه ازا كان تشكيل الحكومة متل ما عم يسمعونا هلأ. انه او او حكومة او بده تجذبات. اكيد في حكومة بيكون افضل. اذا رايحنا عفراغ رئاسي. وفي حكومة اكيد افضل من انه نكون رايحنا عفراغ رئاسي. وفي حكومة تصريف اعمال. وفي اطراف بده تعرقل وبده تعمل تجذبات اكتر. هايدي الاستحاقات اذا بتأثر على سعر الدولار بالسوق السوداء. اي استحاقات حكومة وغيرها. يعني الحكومة ورئاسة الجمهورية اذا فتنا بفراغ. لاك ما كتير لانه الكتلة النقدية صارت محصورة. والاموال اللي عم تجي من برة بعدها عم تجي. ولحد دلها تجي. يعني هالتحويلات اللي عم تجي. هي هالبعدها السابتة بس. وهي ممتازة. بس مش عم بتفوت بالسيستام. يعني مش عم بتفوت بالاقتصاد. هايدي الكيرسي. لان ما في عندك مصارف ترجع. يعني تجيرها على الاقتصاد. بس هايدي لحد دلها تجي. وبالتالي انت ما عندك كوارث بهذا النقطة بقصة السوق السوداء. الا اذا اطرايت تطبع وتكب او هني مطبوعين. انك تعمل نقد بالتداول اكتر ما هو موجود هلا بكتير. يعني بمعنى اذا ما عملت دولار جمركي. قلت انا لا ما فيني كيف بدي اعمل دولار جمركي. تركتها. ما في ارادات. وكطاع العام بدك تعيشوا. بتكب اموال. المعنى هايدي العوامل اللي دغري بتأثر مباشرة على سعر الليرة بالسوق السوداء. وبتصير في خطر انك انت تروح على الارقام الكبيرة. يعني احنا بعدنا عم نحكي خمس ارقام ست ارقام. تعرف في دول اصلوا على سبع ارقام. يعني انت بعدك بمطرح. انا هلا بالنسبة الي الدولار. بعده مطرح كتير مقبول يعني بوضعنا نحنا. بعدنا كتير مقبولين بقصة العملة والانهيار طب هولا. ممكن روح على مطرح تاني. اسوأ بكتير. بس بالاخر بقتي لاقيه انت بي حتى الاسفورة بصير يشتبوها يعني. تعرف الدول كل ما زادوا ثلاثة صورة ايران اخر مراشة طب ثلاثة صورة من عملتها يعني حتى ترجع تخفف بس الاسفار. برأيك هل هناك من بديل عن صندوق النقد? لا 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 طبعا قلت واجهة الاولى بتلك. مش لانه ما لا انه تلاتة مليار مثلا بيسمع الناس بيقولوا. هذه كنا نقولها قبل كمان انه ما قصة مبلغ. قصة رقابة قصة سيئة قصة ختم بيعطيك ايه الصندوق النقد. لترجع على الاسواق العالمية. قصة ختم بيعطيك ايه صندوق النقد. لتقدروا تفاوض المدينين طبع اليورو بونز وتتفق معهم. يعني بالنتيجة صندوق النقد هو بيعني رسالة للعالم انه انه انت رجعت. رجعت على الامتزام العام. رجعت على خطة الاصلاحات. وعندك خطة بتنفزها. هلا بالاخر تفشل ما تفشل بس على الاقل. طب نحن اليوم عدمين على استحاق رئاسة بالبلد. نعم. وكتير عم بقولوا انه هيدا الاستحاقاء هو رح يكون مدخل للمرحلة المقبلة تابعة الست سنين. بكرا هاي الرئيس الجمهورية المقبل. اذا فيه حال عمل اتفاق متل اتفاق سادر او الى ما هونالك. اجي الدول من دون صندوق النقد. قررت تتساهم هي لبنان. نقدر نطلع من هالأزمة. هلا اذا فيه توافق دولة. هو بيشبه صندوق النقد. لاش تسادر شو كان. هو سادر كان تمهيد انه لحتى ما تروح على صندوق النقد. وما كانت باتك تروح صندوق النقد. كان الجواب انه ما بدنا نبقى ترسالي للعالم. تنفهم انه نحنا وصلنا على الافلس. خلينا خلينا شوف كيف بدنا نعمل. اشت الدول وتفهمت هذا الوضع وقال طيب بتاع نعملكم مؤتمر سادر ماذا مؤتمر سادر بيش بقى صندوق النقد. هيدا الدول مين حاجية عم تقول لك نحنا لح نتكفل. لح نساعدك. لح نضمنك. هيدا بس الشروط ولا هي الشروط نفسها صندوق النقد عمول اصلاحات وعمول مسار جيد ونحنا معك. وبالتالي اي جو بيشبه هيدا الجو يعني مناخ دولي جاية عم يضمنك ما هو زيته. يعني بيضمنك عبر صندوق النقد. زلو تلاحظ اليوم الدول العربية السعودية بتقول لك نفذ نفذ مطاليب صندوق النقد. مش لانه بدل صندوق النقد. لعن هادي مطاليب دولية ازا بدك عالمية متفع عليها. انه نفذ انت مشي على هالمسار الصحيح. نحنا بنساعدك. ما بتمشي على المسار ما فينا نساعدك. وهدي دايما بس بدي اقولها بالاخر بالحر جاكررها. اسرائيل سنة 82 نهارد اقتصاديا. ما عطيوها الامريكان للي هني دايما بقول اسرائيل بيعتبرينها بعد شوية ولاية امريكية. ما عطيوها اموال. الا ما بالاخر رضخت ونفذت الشروط الاقتصادية الاصلاحية اللي كانت مطلوبة منه. الخبير الاقتصادي الدكتور انطوان فرح. انا بدي اشكرك على هذه الحلقة. شكرا لالك. شكرا لالك. مشاهدين لهم يكون صنع ختام حلقتنا. شكرا على حسن المتابعة وملتعنا احنا بياكم بكرا ازا الله رضا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة